اهلا بكم تعد ثورة العشرين ضد الاحتلال البريطاني التي تحل ذكراها المئة وثلاث من أبرز الأحداث في تاريخ العراق الحديث التي أسست لمرحلة جديدة من تاريخ الدولة العراقية الحديثة إذ كانت وفق المؤرخين بحق ثورة كل العراقيين وهذا ما برهنت عليه مشاعر التضامن العميق والإحساس الكبير بوجود مصلحة وطنية مشتركة لكل الشعب العراقي بالانتصار وطرد الاحتلال البريطاني أنا ذاك ويجدر بالشعب العراقي الآن الذي يرزح تحت الاحتلالين الأمريكي والإيراني استلهام دروس ثورة العشرين في تعزيز وحدته الوطنية مترفعا عن النزعات الطائفية لبلورة مشروع خلاص وطني يجتث حقبة الغزو الأمريكي ومنتجات ومخرجات عمليته السياسية الطائفية الفاسدة وهو ما جعل المغردين والمدونين والناشطين العراقيين يحتفلون ويحتفون بذكرى ثورة العشرين على مواقع التواصل الاجتماعي ومطالبين بجعلها عيدا وطنيا عراقيا لقد عبرت ثورة العشرين عن وحدة وتلاحم أطياف الشعب العراقي المجتمعية كافة إذ لم تكن صنيعة حزب أو كتلة أو طائفة ولم تكن لها جغرافية محددة بل كان مسرحها كل العراق من جنوبه إلى شماله ثورة العشرين في ذكرها المئة وثلاث ودورها في صناعة مفهوم الوطنية العراقية الحديثة هو الذي سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار وسنطرح فيها الأسئلة الآتية ما القناعات والأسس التي استند إليها ثوار ثورة العشرين في العام 1920 لطرد قوات الاحتلال البريطاني من العراق وكيف ساهمت ثورة العشرين في صياغة مفهوم الوطنية العراقية الحديثة الذي أصبح الإطار المرجعي الوحيد للشعب العراقي كافة وكيف يمكن استلهام تجربة ثورة العشرين ضد الاحتلال البريطاني في بلورة مشروع خلاص وطني من الاحتلالين الأمريكي والإيراني وماذا يقصد الذين أرخوا لثورة العشرين بشمولية الثورة في العراق وامتدادها العربي تأثيرا وتأثرا ضيوف الطاولة رافع الفلاحي محمد مضفر الأدهمي عادل ياسري 103 أعوام مرت منذ أن أطلق العراقيون أكبر ثورة في تاريخهم الحديث لاستعادة سيادتهم وامتلاك حريتهم ولانعتاق من الاحتلال البريطاني وأحكامه الجائرة ثورة العشرين التي شكلت منعطفا مهما في تاريخ الدولة العراقية ووضعت أسس الحكم الوطني وأبرزت أهمية التكافل المجتمعي في صناعة التغيير والتصدي للمحتلين بأدوات بسيطة وإمكانية قليلة أهزم الثوار العراقيون القوات البريطانية وألحقوا بها خسائر فأدحى رغم تفوقها في العدة والعتاد إلا أن النضال الوطني عما خلال أيام قليلة أرض العراق واتسعت الثورة على نطاق واسع وأجبرت بريطانيا على الرضوخ للمطالب الوطنية بعد أن أدركت أن احتلالها لبلاد الرافدين ليس مجرد نزهة وأن الروح الوطنية التي تعم أجواء هذه البلاد لا يمكن أن تغلب دخلت ثورة العشرين في شتى نواحي حياة العراقيين وألهمت أدباءهم وشعراءهم وأصبحت نبراسا للحركات والثورات التي حصلت فيما بعد وعلى إثر نتائجها بدأت تتبلور ملامح الدولة العراقية الوطنية ومؤسساتها العسكرية والسياسية والاقتصادية ليس هذا فحسب بل أصبح العراق بعد استقلاله من أهم الدول الفاعلة في المنطقة وبما أن الحاضر ابن الماضي ووريثه تعلم الاحتلالان الأمريكي والإيراني من درس ثورة العشرين ولذلك سخروا كل الوسائل لضرب الوحدة الوطنية وتمزيق المجتمع العراقي عبر النعارات الطائفية والعرقية من خلال هندستهم لنظام المحاصصة بعد عام 2003 هذا النظام الجديد أكثر ما يخشاه هو امتثال الأحفاد لمنهج أجدادهم في ثورة العشرين لذلك كان الحراك الشعبي في السنوات الماضية ضد المنظومة الحاكمة منطلقا من مبدأ الوطني الذي استلهم فكرة النضال الوطني من ثورة العشرين وإن كان الزمان مختلفا وشكل الاحتلال وأدواته قد تغيرت لكن الذي لم يتغير هو الثورة ضد الظلم ونزعة التحرر الوطنية أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار والتي تبحث في الذكرى المئة وثلاث لثورة العشرين ضد الاحتلال البريطاني ومساهمتها في صناعة مفهوم الوطنية العراقية الحديثة ضيوف الطاولة الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي وسيكون معنا عبر سكايب من العاصمة الأردنية عمان الدكتور محمد مضفر الأدهمي الأكاديمي والمؤرخ وسيكون معنا من ولاية ميزوري في الولايات المتحدة الأمريكية المؤرخ العراقية أيضا الأستاذ عادل الياسر أهلا وسهلا بالضيوف الكرام جميعا هياكم الله نبدأ مع دكتور رافع دكتور المؤرخون ومن أرخ لثورة العشرين وأنت أيضا من هذا الوسط التاريخي التاريخي تحدثوا عن قناعات وأسس استند إليها ثوار الثورة العراقية ثورة العشرين لطرد قوات الاحتلال البريطاني هل تمت قناعات راسخة فعلا استند إليها وارتكز إليها في إطلاق شرارة الثورة ضد الاحتلال البريطاني آنذاك بسم الله الرحمن الرحيم وحييك سيد ماجد وحيي ضيوفك الاسفادة الكرام الحقيقة كانت ثورة العشرين في 30 حزيران 1920 التي انطلقت قبل أكثر من مئة سنة الآن مر عليها قرن من الزمان وأكثر ثلاث سنوات الحقيقة كانت مستندة إلى وعي تنامي وعي وطني عراقي في أن العراق بلدهم وخيرات خيراتهم ومستباحة لأجنبي ويجب طرد الأجنبي ويجب القضاء عليه وعدم القبول بالظلم والقهر والسرقة والنهب هكذا كان التفكير ولم يكن هناك تفكيرا فئويا طائفيا عرقيا بهذا الاتجاه بدليل أن الثورة شملت الجنوب الوسط الفرات يعني مناطق الفرات الأوسط وبغداد وأعالي بغداد وحتى الشمال وصلنا إلى الموصل وإلى أربيل الثورة شملت غالبية مناطق العراق كل العراق ثار على هذه الكتلة الغريبة التي احتلت العراق من جيش بريطاني كانت هذه بدايات لتأسيس ما يسمى وربما الأستاذ عادل في كتابه أنا أقرأ في الفصل الثلاثين من كتاب القيم يتحدث عن مدرسة تأسيس المدرسة الوطنية العراقية الحقيقة كانت ثورة العشرين مؤشر حقيقي لتأسيس هذه المدرسة الوطنية العراقية دكتور اسمحني حتى لا نستبقل نتحدث عن أسس أو قناعات هل الثوار كانوا مقتنعين أن لهم القدرة على طرد قوات الاحتلال هل تمت اقتناعات بأنهم أصحاب قضية واحدة في طرد قوات الاحتلال إلى ما استندوا في أن يطلقوا ثورة ضد القوة العظمى الأولى في العالم البريطاني آنذاك أولا البلد بلد مسلم نعم قال غالبية السكان من المسلمين مؤمنين إيمان قوي بالشر والخير مؤمنين بالظلم والعدالة والخير كان هناك ظلم كان هناك استبداد كان هناك قهر كان هناك استلاب لأرضهم لمواردهم وهذه كانت واضحة كانت توجهات الدينية والوطنية التي كانت تنمو باتجاه الوقوف ضد الظلم ضد الاستلاب ضد القهر ضد وجود أجنبي يتحكم بهم هذا رفضوه بشكل قوي كانوا يشعرون أن بلدهم هذا المكان الذي يشكل منطقتهم أكبر من منطقتهم وهكذا توسعت النظرة هذه الشاملة كانت توحي لهم أن هناك استلاب من قبل قوات أجنبية قوات غازية يجب أن تتوقف ويجب أن تبتعد ومن يحكم يحكم ابن البلاد هكذا كانوا ينظرون لذلك كانت وحدة في التفكير حتى وإن كانت الأمية طاغية في العراق لكن هذا لا يمنع أن الشعور بالظلم الشعور بالقهر الشعور بالحاجة للتحرر من هذا الظلم كانت هذه الذخيرة هذه الذخيرة كانت الحقيقة لذلك هم وقفوا ضد هذا الجيش لم يفكروا أن بريطانيا هذه دولة عظمى كانت في ذلك لكة أقوى دولة في العالم تمتلك جيش تمتلك سلاح لا لم تقتر في بالهم أبدا وبدليل أنهم واجهوا هذه القوات بكل بسالة وبكل قوة وبكل شجاعة البريطانيين في بعض كتاباتهم اعتبروها تهور لكن في واقع الحال هي تعبير عن شجاعة عن بطولة عن وطنية حتى قوات الاحتلال استخدمة أسلحة كيمياوية بالإضافة إلى قصف في قصف الثوار آنذاك نعم كل شيء يستخدموا فهذه القضية كانت تعبر عن وحدة شعب وتصميم شعب على التخلص من الظلم يعني هو يعاني من ظلم داخلي نعم كان هناك شيوخ متحكمين في أراضي زراعية هناك ظلم لكن ظلم الأجنبي ظلم من قادم من خارج الحدود كان هو العامل الرئيس في تفجير هذه هذه حقيقة نعم دكتور محمد ضفر أدهمي مساء الخير أولا مساء النور أهلا وسهلا يتحدث المؤرخون ومنهم جنابك الكريم عما يسميه شمولية الثورة وأيضا امتدادها العربي والسؤال بشقين سنركز أولا على شمولية الثورة ونؤجل الامتداد العربي للثورة تأثرا وتأثيرا ما الذي تقصده ويقصده المؤرخون بشمولية ثورة العشرين نعم إذا سمحت لي أن أعقب على سؤالك الأول للدكتور الرافع نعم في موضوع ما هو الدافع لهذه الجموع التي انتفضت نعم في الحقيقة ضد الاستعمار أو ضد الاحتلال البريطاني والانتداب البريطاني في الحقيقة يعني ممكن أن نقسم الموضوع إلى جانب سياسي وكفاح مسلح نعم والفكر السياسي هو الذي أسسه لمسألة الكفاح المسلح وابتدأ عندما تشكلت جمعية حرس الاستقلال السرية في شباط 1919 في بغداد وأنشئت لها فروع في الكاظمية وكربلاء والنجف والناصرية والحلة والشامية والموصل هذه الجمعية جمعية حرس الاستقلال السرية التي كانت تضم شخصيات معروفة يعني محمد مهدي البصير البزرقان محمد الصدر وغيرها من الشخصيات التي كانت يعني تمثل الإليت النخبة السياسية لأنه لم يكن هناك في البداية أحساب يعني هذا نتكلم احنا بعد الاحتلال البريطاني بسنة فأنشئت لها فروع هذه الجمعية قادت انتفاضة بغداد في مايس 1920 عندما أعلن الانتداب البريطاني بماذا طالبت حتى نقول ليش كيف بدأت ما هو فكر الثورة طالبت بقيام حكومة عربية مستقلة في العراق فرفض البريطانيون الاستجابة لتحقيقها وكان هذا تمهيد للاندلاع الكفاح المسلح في الفرات الأوسط وغربي الفرات في 30 حزيران هذول أيدوا مطالب بغداد ووقفوا معها بتقديم مذكرات إلى الحكام البريطانيين في مناطق الفرات الأوسط وكان عضوي الجمعية محمد رضي الشبيبي وجعفر أبو التمن حلقة الوصل بين بغداد والفرات الأوسط فإذن كان هناك هدف هو أن تتشكل حكومة عربية مستقلة في العراق وثبتوها هذه بمذكرات ثبتت في بغداد وثبت في مناطق الفرات الأوسط وقدمت إلى الحكام البريطانيين مثل ما قدمت في بغداد إلى وكيل الحاكم المدني العام وبالتالي ما أريد أن أقوله أن هناك كان هدف هي لم تكن مجرد رفض للظلم وهذا صحيح رفض للظلم رفض للتصرفات وضباط البريطانيين يعني لم تكن ردة فعل على ممارسات للاحتلال فقط لا لا كانت تمتلك فكر نعم وهذا الفكر وهذا الفكر قادتها جمعية تحرس الاستقلال السرية نعم اللي ضمت أبرز الشخصيات العراقية اللي بعدين بالأخير أيضا هذه افطهدت وقمعت واضطرت إلى الالتحاق بالثورة المسلحة فيما بعد نعم بعد اندلاعها لأن البريطانيين قمعوهم في بغداد نعم فعلما أنه مناطق الفرات الأوسط كلها كانت على يعني استجابت لهذه المطالب وطالبت بها يعني هاي بدايات بدايات أو الأمور التي مهدت للانتفاضة ومؤتمر المشخاب ترى أهم شيء مؤتمر المشخاب اللي عقد في 29 حزيران هذا مؤتمر المشخاب في ديوان عبدالواحد آل سكر هو الذي قرر أنه لابد من الهبة وقيام الانتفاضة واللي بدأت ب أشكرك على هذا السرد التاريخي التاريخ حتى السؤال لا يضيع شمولية ما المقصود بشمولية هو أيضا أنا أجل الشمولية أقصد بالشمولية يعني نطرق لها بشكل عام الدكتور أنه 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 الثورة لم تقتصر على يعني إذا نظلمها إذا قلنا أنها تقتصر على الفرات الأوسط فقط مع العلم أنه قلها كان كثورة وكفاح مسلح في الفرات الأوسط ولكنها إمتدادات البعيدة ومثلا امتدت إلى غرب الفرات بقيام ثورة الشيخ ضاري المحمود واللي شملت ليس فقط منطقة أبي غريب شملت مناطق غرب الفرات من أبي غريب والفلوجة حتى عاني وهناك وثائق بريطانية تتحدث عن الانتفاضة وسيطرة الثوار على كل هذه المناطق الشيء الملاحظ أنه الشيخ ضاري المحمود عندما قمع التحق بثورة الفرات الأوسط في رفض الاحتلال البريطاني والظلم والإرهاب والتعسف الذي مارسه الضباط البريطاني أيضا يعني الثورة هذه المسلحة التي اندلعت في الفرات الأوسط وغربي الفرات كانت لها امتداداتها في شمال العراق يعني منها خانقين كفري طوس خرماتو فكان الكرد الكرد له مساهماتهم في الثورة ولذلك يعني أرى أنه عندما نتحدث يعني عندما أقول شمودية أقصد أن الثورة جغرافيا جغرافيا شملت العراق بأجمعه نعم العراق هناك من يقول أنه لا يوجد العراق موجود بلاد الرافدين حدودة واضحة من الشمال بلاد الأناظول وطوروس جبال طوروس من الشرق جبال زاجروس وهذا بط إيران هو واضح معالمة جغرافيا هذه المنطقة كلها انتفضت لأنه هناك تلاحم بين عشائرها بين عوائلها بين كل الشعب العراقي 85% عرب 95% مسلمين هذه حقيقة ثابتة لا يمكن نكرانها الآن إذا رد ينكروها الآن المحتلين الأمريكان والبريطانيين ومن لف لفهم ويريدون يقسمون العراق شيعة وسنة وكراد وبالتالي يعني يمسحون هويته العربية 85% عرب 13% الكرد والبقية قليات وهذه بكل بلدان العالم موجودة توجد أكثر فهذا التلاحم هذا التلاحم فرض الفكر الفكر فرض واقع العراق كشعب مكون من متلاحم بشكل واضح جدا وبالتالي أنا أعتقد كان لها شموليتها وبذلك عندما نتحدث عن الثورة يجب أن نتحدث عنها بهذا الطريق وبهذه المبادئ وبهذه الأسس نتحول إلى ولاية ميزوري ونرحب بضيفنا من هناك السيد عادل الياسري وهو طبعا حفيد أحد رجالات وثوار ثورة العشرين السيد نور السيد عزيز الياسري مساء الخير أستاذ عادل أهلا وتهلا وحياكم والله شكرا على دعوة الكريمة وتحياء ضيوفك ولك أهلا وسهلا أنت الحقيقة لفت كتاب يؤرخ لثورة العشرين تطرق في جزء كبير لجدكم رحمه الله ودور هذه الثورة في صناعة الوطنية تطرقت إلى محطات في تاريخ ثورة العشرين يعني أنت قررت أنها غيبت عمدا عن تاريخ ثورة العشرين كما تقول في الكتاب ما هي هذه المحطات التي أشرت عليها أنها غيبت ومن هي الجهات التي تعمدت تغيبها برأيك أولا قبل كل شيء قلينا نعرف الثورة العراقية الكبرى نعم هي ثورة وطنية شعبية ذاتية القدرات خالصة اعتمدت على نفسها أما الذين غيبوا هذه الثورة هم أعداء الثورة بدون شكل دعم العناصر الانتهازية ولا تنسى الثورة حين قامت ظل الاحتلال الفريطاني يحارب العناصر الوطنية نعم وأهم مقتغيبة في هذه الثورة هي الوحدة الوطنية يعني المسفيل تقول من الصعب علينا أن نخترق الوحدة الوطنية بين السنة والشيعة نعم وهذه الوحدة ذهبية لم تحدث بتاريخ العراق إلا في ثورة العشرين وأن تشاهد العناوين الطائفية الآن تبرز هنا وهناك وتعد مسميات عديدة تغيب عناصر الوطنية مثل جمس سعدون جميع المؤرخين العراقيين لم يذكروا أن جمس سعدون يشارك في الثورة في الثورة عندك في الرمادي نجرس نجرس وأخي صبار لقعود نجرس لقعود شيخ البنمر البنمر نعم الآن لم نسمع عن هادم قوتر السيد هادم قوتر ولا عن السيد هادل عوادي ولا عن سيد هادل زوين وشخصيات كثيرة في العراق غيبت في قصد يعني أنا كنت في أحد المرات يوم سيد عبدالرزاق الحسني وحدثني أنه شخص تحدث في جريدة الاتحاد وتحدث عن ثورة العشرين بطولات وجاءه رئيس التحرير في وقتها وعرض له صورة من الشبان الشبان هم المرتزقة للاحتلال ونفس الأدوار الآن تكررت في عام 2003 هناك كثير من الشبان بعناوين مختلفة نعم هذه الأبرز المحطات التي غيبت عن الثورة باعتقادك يعني إضافة لذلك أنه حينما قامت الثورة هي التي أسست الدولة وحينما قامت الدولة المملكة العراقية اعتبروا يوم الثامن من شعبان هو عطلة رسمية وهي عنوان الثورة العربية في الحجاز وغيبوا أيضا الثورة العراقية هذا الجانب إضافة إلى ذلك الاحتفاليات في الثورة لم يحتفلوا في الثورة إلا عام 36 ومنعت هذه الثورة وظلت يعني إلى أن قيام الجمهورية واستغلت من الأحزاب والحركات السياسية ولا تزالت إلى يومنا هذا تستغل بعناوين مختلف الأغراض السياسية وتبعد الروح الوطنية عن الشعب العراقي وأن الشعب العراقي لا يفهم هذه المبادئ هذه الثورة العظيمة ثورة يعني جبارة كتبت بحروف بنور وقدمت تضحيات من 64 شهيد قدمنا في هذه المعركة قتل أسرانا لم يتحدث أحد عن قتل الأسرة الأسرة إلا الوثائق البريطانية يعني كثير من التضحيات الشعب العراقي قد غيبت لسبباً أنه قتل الروح الوطنية لتألم نعم أشكر دكتور رافع أيضاً الحقيقة المؤرخون يتحدثون عن مساهمة كبيرة لثورة العشرين في صياغة أو بلورة مفهوم الوطنية العراقية الحديثة والذي أصبح الإطار المرجعي الوحيد للشعب العراقي البوصل الوحيد للشعب العراقي هذا وطني وهذا غير وطني ثورة العشرين هي من بلورت من أسست من شكلت هذا المفهوم حقيقة أستاذ ماجد لا يمكن أن نقول أنه ثورة العشرين هي من أسست هذا المفهوم نعم يعني البعض يربط قيام المدرسة الوطنية العراقية بقيام ثورة العشتين أنا أعتقد عندما تعود مثلا لدينا الصحافة الصحافة في العراق عندما تعود إلى أول صحيفة 1869 اللي هي صحيفة الزوراء ستجد فيها آراء ستجد فيها كتابات تدل وتدفع باتجاه زيادة الوعي المجتمعي هذا الوعي المجتمعي هو من دفع فيما بعد بعد 52 سنة و 53 سنة عن قيام ثورة العشرين أو قبلها هو من دفع إلى تكوين الوعي أو زيادة منسوب الوعي وصولا إلى عام 1917 بتأسيس جمعية حرس الثورة هذا حرس الاستقلال لم تشكل هكذا لو لم يكن هناك بيئة أو مناخ مناسب لها هناك وعي يتقبل تأسيس مثل هذه الجمعية عام 1917 هناك وعي يعني خذ مثلا 1908 عندما تأسس الدستور العثماني صدرت جرائد كثيرة في العراق حوالي 70 جريدة في ثلاث سنوات صدرت أدبية سياسية هذه كلها كانت هذه الصحف يعني تتحدث عن حقوق تتحدث عن دفاع عن حقوق الإنسان العراقي تتحدث عن شيء اسمه المواطن العراقي أو بهذا المفهوم هذا كله زياد الوعي إضافة إلى الحديث نحن نتحدث عن مدرسة عراقية تأسست مع بداية ثورة العشرين مدرسة وطنية مدرسة وطنية نعم شقين وربما الدكتور محمد مغفر الأدهمي أشار له شقين في الثورة العراقية الثورة العراقية الكبرى عام 1920 شق سياسي وشق عسكري شق سياسي كانت بغداد تقوم به الحقيقة اجتماعات جامع الحيدرخانة المندوبين الـ 15 السويدي وغير السويدي وعلي البزرقان كل هؤلاء اجتمعوا وكانوا شخصيات وترابط إذن الفكر السياسي كان يتكون هنا وكثير من العشائر كانت تتصل في هؤلاء وتطالب بموعد قيام الثورة متى نقوم بالثورة يعني يجب أن يحدد لأنه يجب أن تكون هناك غرفة سياسية تدفع باتجاه يعني لم تأتي يعني أنا قلت في بداية سؤالك تحدثت عن الظلم نعم هو الظلم كله هذه الأسباب موجودة لكن هناك ساعة للتوقيت لحظة للتوقيت استعدادات معينة كانت تجري بغرفة سياسية تظاهرات كبيرة يعني التظاهرة التي خرجت قبل يعني في مايس قبل ثورة العشرين تظاهرة كبيرة واللي انقتل بها هذا النجار الأخرس انقتل بها وشالوا جثمانه وقالوا أنه يعني سيارة المندوب السامي هو اللي سحقته هذه كلها كانت دليل الهتافات التي قيلت فيها ونفيت بعض منهم إلى البصرة هذه كل الهتافات التي بها كانت تدعو إلى وعدة الشعب العراق إلى مكافحة الظلم إلى عدم القبول بالأجنبي إلى عدم القبول بأي بأي انتداب بأي المطالبة بحكومة عربية عراقية حكومة عراقية هكذا كانت فهذا كانت بلورة فكرة المدرسة العراقية الوطنية العشائر هذه المؤسسات الاجتماعية ليس مثل عشائر اليوم مع اعترامي لكل العشائر ليس مثل هذا التكوين اللي انتمى طائفيا وانتمى مناطقيا لا كانت منفتحة على بعضها قابلة لغيرها ما عندها حساسية ما عندها اشتراطات معينة لوجود هذا ووجود هذا عشيرة الزوبع تتداخل مع عشائر الفرات الأوسط بطريقة غريبة عجيبة ويدفعون برجالهم ويحموهم ويساعدونهم يبعثون مندوبين منهم إلى الرمادي للوقوف معهم وإلى الفلوجة هكذا كان الوضع فبالتالي هذه تأسيس المدرسة الوطنية لم يأتي اعتباطا وأنت تلمس تلمس كل ما قرأت يعني الاصدارات الصحفية التي كانت تصدر هناك تلمس كثير من المقالات الكثير من الشخصيات التي تؤسس التي تعطيك صورة عن قيام هذه المدرسة الوطنية وبدء نموها وازدهارها وبالتالي طرحها لثورة تبنت هذه المدرسة الوطنية وأطلقتها بهذا الشكل سأذن منكم نظيف الكرام ومن المشاهد الكرام نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال النقاش في حلقة الليلة عن الذكرى 103 لثورة العشرين ودورها في صناعة المدرسة الوطنية العراقية الحديثة بعد الفاصل نعود بقو معنا أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار تبحث في الذكرى 103 لثورة العشرين ودورها في صناعة المدرسة الوطنية العراقية الحديثة ضيف الطاولة دكتور رافع الفلاحي دكتور مضفر الأدهمي والأستاذ عادل الياسر دكتور محمد الأدهمي أيضا يتحدث المؤرخون ومنهم أيضا جنابك الكريم عما يسميه الامتداد العربي لثورة العشرين خارج الجغرافية العراقية تأثيرا وتأثرا كيف هذا الامتداد كيف حدث إلى أين وصل هذا الامتداد العربي نعم يعني إذا سمحت أريد أن أكمل قبل أن أجيب على سؤالك أريد أن أكمل ما بدأ به الأستاذ رافع بشأن اللحمة الوطنية واللي قادته جمعية حرس الاستقلال وكيف تكون الفكر السياسي أوضح الأمور بشكل جلي الأستاذ رافع الفلاحي حقيقة يعني لكن عندي نقطة مهمة أنه هذا التحرر ذكر جامع الحيدر خان الأستاذ نعم حدث فيه اجتماع مهم تجمع مهم انتخب فيه في مايس قبل قيام الكفاحة المسلحة والثورة المسلحة انتخب فيه في مايس خمسة عشر مندوبا هؤلاء المندوبين الخمسة عشر كلفوا بتقديم مذكرة إلى المندوب السامي إلى الوكيل الحاكم المدني العام أيتي وولسن بوطالب العراق كعراق طالبوا أن يجتمع أن يتم انتخاب مؤتمر وطني عراقي يقرر شكل الحكم والحاكم في العراق هذا أساس وضع من قبل الفكر السياسي لثورة العشرين وهذا طبعا أيدته كل القوى السياسية والعشائرية والدينية الموجودة في الفرات الأوسط والجنوب بمذكرات أيضا بعد انتصار الثورة بعد أنتهت الثورة خلق نقول حققت نصر وهو أن هذا المطلب اضطر الإنجليز إلى أن يحققوه بالاستجابة للعراقيين بانتخاب المجلس التأسيس العراقي الذي وضع أسس الدولة العراقية الدستور وقانون الانتخابات النيابة عام 1924 يعني بعد الثورة بأربع سنوات فالحقيقة الفكر السياسي يجب أن نركز عليه وبهم جدا وسند الكفاح المسلح الكفاح المسلح اللي يتمثل بثورة العشرين هو اللي هو اللي قاد بالنتيجة إلى رضوخ الإنجليز لمطالب العراقيين وإن كانوا يناورون وإلى غيره بالنسبة للامتداد العربي يا سيدي لثورة العشرين هو بالحقيقة في تقديري يتمثل بالتحرك اللي قام به الضباط العراقيين الموجودين في سوريا عام 1920 عندما تأسست الحكومة العربية في دمشق بزعامة الملك فيصل ابن الحسين اللي قاد جيش الشمال في الثورة العربية الكبرى فبإسناد من فيصل وبتوجيه من جمعية العهد التي تضم الضباط العرب وفي طلعتهم الضباط العراقيين تحرك من دير الزور ما سميه بجيش العراق الشمالي بالتحالف مع القبائل العربية في منطقة الموصل وذكر الأستاذ الياسري أسماء بعض الشيوخ في هذه المنطقة وأعلن الثورة في تلعفر في شهر مايس 1920 أي قبل قيام الكفاح المسلح في الفرات الأوسط وغرب الفرات بحوالي شهر ولولا استخدام البريطانيين للقوة المفرطة في قمع الثورة بقصف تلعفر بالطائرات لم تد لهيبها إلى مدينة الموصل فشكل الثورة تلعفر إحدى مقدمات الكفاح المسلح في العراق ضد الاحتلال البريطاني اللي توجب ثورة العشرين فإذن هناك امتدادات عربية للثورة تمثلت بهذا التحرك العربي واللي كان يعني يقود الضباط العراقيين لكن كان بإسناد عربي من سوريا والدليل أنه انطلق من دير الزور من دير الزور انطلقت ثورة تلعفر بداياته وهذا ما قصده بالامتداد العربي لثورة إضافة إلى هذا الثوار قادت الثورة بعد أن قادت الثورة بعد أن كثير منهم اصطروا إلى مغادرة العراق في أواخره التجوا إلى الشريف حسين وإلى الحجاز وهم الذين عادوا بالأمير فيصل وجلبوا معهم في الباخرة ووصل البصرة كملك على العراق الضباط الشريفيون لا أنا أقصد الضباط الشريفيون لعبودور لكن قادت الثورة العشائر ذول التجوا إلى الاتجاز ليس فقط الضباط أشكرك واضح أستاذ عادل أنت تحددت في الكتاب أيضا أن الحقيقة الخيار الأول قبل الثورة للشعب العراقي كان مفاوضات سلمية وليس الجنوح إلى العمل المسلح ابتدان لكن إدارة الاحتلال بقمحها بتعسفها بعنجهيتها فرضت الخيار المسلح على زعماء الشعب العراقي الذين طالبوا بحقوقهم المشروعة ممكن توضيح لهذه النقطة لهذه المحطة أو المسار المهم في ثورة العشرين قبل إجابة على هذا السؤال أحب أن أعقب على كلمة الأستاذ الفاضل الأدهمي دكتور الأدهمي الأدهمي أي تفضل يعني القوة المعارضة في سوريا هي كانت تابعة لأهلة بريطانية وقد حذرت جريدة الفرات التي تصدر في النجف عن نور السعيد هناك قوة وطنية هناك لدينا حزب العهد البغدادي وحزب العهد الموصلي الموصليون هم الوطنيون وابتعدوا عن البريطانيين أما الإجابة على السؤال نعم بدأت كما تفضل في حزب الاستقلال عن طريق جامع الحيدر خانة وأعلن مندو به الذي أعلنهم الأستاذ المربي الفاضل علي البازرقان بتجمع جماهيري في الحيدر خانة وأما في النجف تكلت جمعيات أهم وثيقة صدرت لديهم هذه الوثيقة لعدها تراها نعم إذا نشوفه والله على الشاشة لنشوفها على الوثيقة نعم 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 صدرت يعني اختاروا مندومين من النجف وخرجت من بيت سيد نور الياسري والمشكلة أنه نعم تفضل هذه الوثيقة اخترجت من بيت سيد نور وهي اقتيار مندومين وكان سيد نور أحدهم شخصيات عراقية وطنية مهمة نعم بالمشكلة لقد تعرض سيد نور للحذف مثل كتاب ماضي النجف وحاضره حذف اسم سيد نور مع العلم هذه الوثيقة صدرت من حذف من حذف اسم السيد نور الياسري نعم السيد نور الياسري من اللي حذف حذف اسمه الممون الرئيسي للثورة وقد صرف اكثر من مئة الف ليلة ذهبية عثمانية لتومين الثورة مدة ستة شهر اضافة الى ذلك دعم الثورة العربية ماليا حينما هاجر بعد فشل الثورة عسكرية وقامت مفاوضات بين حاكم النجف والشامية نور بري واستمرت لكن ظلقت الابواب اضافة الى ذلك هناك مؤتمرات قبل هذا ومؤتمر هذه المحطات تتحدث عنها هذه كلها قبل العمل المسلح قبل العمل المسلح وكانت شروط مؤتمر شعبان في 15 شعبان في كربلا وحضروها جميع شيوخ الفرات الاوسط ومؤتمرين عن بغداد انه اي انسان يتعرض يعني يتعرض الى اعتداء ونفي يكون الجميع يدافون عنه واعتقد الله الشيخ شعلان بالشون وامامهم موافق واقسموا في ضريح الامام الفسين والعباس انه يوازرون اقوانهم وانطلقت الثورة ضد فعل يعني وغلقت الادارة الاحتلال جميع يعني المفاوضات السلمية وانطلقت الثورة من الرموية نتيجة تردود افعال واعتقال شيخ شعلان ابو الجون وكانت الثورة ليس يعني الكفاح المسلح لم يكن هو خيارا لوحد لكن كان الخيار الاخير وقاتلوا واستمرت الثورة ستة شهر وقدموا التضعيات واثروا يعني فرقة فرقة المانشستر في معركة الرارنجية وغنهم الأسلحة يعني كانت الخيار ليس خيار مسلح لأنه إذا درستنا الثورة نجدها ثورة إنسانية في كل معانيها تمت بالأسرة البريطانيين وموجودين عنصرهم في النجف الأشرة في خان شيلان أهم مميزاتهم اعتمدوا على يعني المفاوضات السلمية وشروطهم أن تكوين دولة عراقية مستقلة وديمقراطية مقيدة بدستور أهم أنصر أو أهم نقطة اعتمد عليها وتحرير العراق من مبارات الاحتلال تكوين دولة عراقية مستقلة مقيدة بدستور واختيار أحد أنجام الشريف الحسين بن علي يعني فيض أشكرك واضح شكرا جزيلا دكتور رافع فلاحي هناك من يتحدث أنه بالإمكان استلهام تجربة ثورة العشرين ضد الاحتلال البريطاني هذا التلاحم الوطني العميق الذي طبعا ساد الثورة والثوار يستفاد مننا في بلورة مشروع وطني للخلاص من الاحتلال الأمريكي والبريط والإيراني فعلا هذه التجربة ملهمة وهر ثمت استعداد فعلا لاستلهام والاسترشاد واستحضار مثل هذا النموذج ثورة العشرين الحقيقة استاذ ماجد قبل أن أجيبك على هذا أريد فقط أن أعقب على ما قال الأستاذ عادلي نعم الحقيقة نعم ثورة العشرين كحال أي حدث تاريخي ممكن أن نتعرض للتشويل كثير من الشخصيات كثير من الفاعلين في قد تلغى أدوارهم خاصة خلال العشرين سنة التي مضت من عام الفين وثلاثة لحد الآن شهدنا الكثير من محاولات تزوير التاريخ كتابة تاريخ جديد غير التاريخ الحقيقي نفي شخصيات كثيرة شطب شخصيات كثيرة توجه دفع التاريخ باتجاه آخر غير حقيقي غير غير الذي كان وأعطيك أمثلة كثير الآن من الفصائل تسمي نفسها فصائل مقاومة وهي ليس التي لها علاقة بالمقاومة وما زلنا نحن أحياء وما زال الكثير من أبناء الشعب العراقي الله يطيهم الصحة والعمر أحياء وعرفوا من قاوم وما هو شكل المقاومة وأين كانت المقاومة ومن هم الذين قاوموا الآن يتحدثون عن مقاومة غير شكل الكثير منهم يدعون انتماءهم لثورة العشرين وأنهم أبناء لهذه الثورة وهذه غير حقيقية الحقيقة هذه التشويه موجود وهذا قد قد يعني يكون في العراق وكثير من الدول لأنه من يكتبون التاريخ لا يمكن أن يكونوا قد جلسوا على التل لوحدهم ويكتبون هكذا بتجرد قلة من الذين يكتبون بتجرد بنفس محايد جدا برؤية إنسانية برؤية وطنية هكذا هكذا جرت الأمور فالكثير من الشخصيات قد قد تذهب مع يعني مع مرور السنوات هناك يعني الحديث أيضا عن دور النجف دور كبير جدا وعندما يتحدث الأستاذ عادل عن الصحف والتي ذكرت يعني نحن نذكر الجريتين المهمتين اللي صدرت هي جريدة الفرات اللي صدرت في عشرة تسعة أبسعمائة وعشرين بعد قيام الثورة بثلاثة شهر حوالي أو شهرين أو أكثر اللي صاحبها محمد باقر الشبيبي صدر من عندها خمسة أعداد تترى الفرات وبعدها جريدة الاستقلال اللي صدر منها ثمانة أعداد اللي صاحبها المحامي محمد عبدالحسين هذه الصحف وتوقفت اثنين هم توقفت هذه صدرت ثمانة أعداد وذي تشخمس أعداد حقيقة وثقت لبعض لبعض تاريخ لكن لم توثق لتاريخ الثورة كله فيما بعد جمع هذا التاريخ بشكل واضع من خلال الروايات من خلال الأحداث من خلال الوثائق واحدة من الوثائق الدكتور الأدهمي لديها أكثر من وثائق وتحدث عنها كثير فهكذا هكذا هالقضية أما الجانب الآخر هل يمكن استلهام الثورة على المستوى الشعبي ممكن لكن أنت تحتاج إلى نظام سياسي نظام مؤسسي يتبنى هذا الموضوع لكي يعممه على المجتمع ويدفع به للمجتمع عندما يكون النظام المؤسسي غير قابل ومصمم على تزوير التاريخ بالاتجاه الذي يخدم أهدافه ويخدم تطلعاته الغير صحيحة وغير وطنية لا يمكن لا يمكن أبدا أن تكون ثورة العشرين الآن منطلق تتبنى هذه القوى التي تحكم العراق يتبنىها الشعب العراقي نعم الشعب العراقي كمؤسسة شعبية ممكن أن يتبنى هذه الثورة التي لم تكن طائفية عابرة للطائفية لم تكن مناطقية كانت فيها راية واحدة الرايات كلها الصغيرة تضائلت رغم أهميتها رايات عشائرية شخصيات شكرا دكتور وبرزة الراية الكبيرة دكتور محمد الأدهمي هل تعتقد أن العوامل التي أدت لاندلاع ثورة العشرين في العام العشرين ضد الاحتلال البريطاني قائمة شبيه لها الآن في العراق وبالتالي العراق والشعب مهيئان لثورة شعبية على غرار نموذج ثورة العشرين على اعتبار أن الحقيقة البيئة أو النتائج أو العوامل متشابهة إلى حد ما نعم بالتأكيد ودليلي على ذلك انتفاضة تشرين التي قام بها الشباب يعني هذه الانتفاضة التي قدموا فيها حوالي سبعمائة شهيد وآلاف الجرحة انتفاضة تشرين والقسم يسموها ثورة تشرين هي نموذج لمشاعر العراقيين وتمسكهم بوحدتهم الوطنية وبرفضهم للاحتلال مثلما رفضوا الاحتلال البريطاني في ثورة العشرين هم رفضوا سواء بالمقاومة المسلحة أو بانتفاضة تشرين التي تلتها هم رفضوا الاحتلال الأمريكي للعراق اشكرك لها الوقت ضيق اشكرا دكتور دكتور اشكرك شكرا سيد عادل الياسري ذكر الدكتور طبعا الآن أحزاب وميليشيات تحاول أن تجد لها صلة بثورة العشرين وأنهم سائرون على درب ثوار ثورة العشرين وهي التي جاءت مع الغزو الأمريكي هؤلاء مؤهلون وطنيا وإخلاقيا أنهم يتحدثون باسم ثورة العشرين ابدأ قلقين باختصار إذا سمحت هو يعني أكون تشابه بين ثورة العشرين يعني احتلال البريطاني والاحتلال الأمريكي للعراق نعم الذين جاءوا من سورة والأحزاب الإسلامية شعارها مظلومية الشيعة في العراق يعني إذا نتابع الوثاق الرسمية السرية العراقية نجد أن الملك فيصل العول لديه يعني وثيقة عرضة في كتابي في بحثي نعم أنه اهتمام القاتل في الشيعة يعني هذا العنوان ومظلومية الشيعة جاءت به الأحزاب الإسلامية الشيعية وواقع الحال هو محاكس لما يحدث اليوم ولا يمكن يعني من أبسط المسلمات في الأمور نقول الحرية تأخذ ولا تعقى كيف تكون أنت تأتي على ظهر الدبابة وتطالب بالحرية أعتقد يعني التاريخ سيكتب عن هؤلاء مثل ما كتبنا نحن في كتابنا عن الخوان سيكتب أسماءهم بوضوح لا لقش فيها والوطنيون يبقون وطنيون إلى آخر الزمان ويعني الأجيال تتذكرها كما نحن نتذكر ونكتب عن السيد نور المجاهد السيد نور الغاسف وتحدثنا عن الخيانة والوطنية شكرا شكرا جزيلا لضيوف حلقة الليلة من طاولة حوار وهم كل من الدكتور رافع الفلاحي الكاتب الباحث السياسي هنا في الستوديو ونشكر أيضا ضيفنا من العاصمة الأردنية عمان الدكتور محمد مضفر الأدهمي الأكاديمي والمؤرخ كما نشكر المؤرخ العراقي الأستاذ عادل الياسري وهو حفيد السيد نور السيد عزيزي الياسري أحد قادة ثورة العشرين في العراق كما أشكركم مشاهدين الكرام وإلى أن نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله اشتركوا في القناة